في مسار مكافحة الفساد التي تطلق من خلاله هيئة النزاهة الاتحادية قراراتها بالأحكام الغيابية أو الحبس الشديد أو الاستقدام تكشفت أوراق القرارات الجديدة والتي شملت محافظات عدة لمسؤولين حاليين وسابقين ففي جرائم تضخم الأموال والكسب غير المشروع أصدرت الهيئة قرار حكم غيابي بحق مدير عام شركة تجارة الحبوب لمدة ست سنوات كما تضمن قرار الحكم رد قيمة الكسب غير المشروع والبالغة 317 مليون دينار و340 ألف دولار أمريكي في صلاح الدين أعلنت محكمة الجنايات إصدار حكم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير صحة صلاح الدين الأسبق عن جريمة إضراره بالمال العام واستنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات في رصافة أصدرت محكمة الجنايات ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق موظفة تعمل في مدرية تسجيل العقاري في الموصل لقيامها بالتلاعب والتزوير في جنس العقارات من خلال تغيير جنس العقار وجعله من أرض زراعية إلى أرض عقارية أو من خلال تزوير معاملة بيع للعقار لقاء حصولها على مبالغ مالية أما في كاركوك أصدرت هيئة النزاهة أمر استقدام بحق المدير العام لهيئة استثمار كاركوك الأسبق على خلفية تهم تتعلق بمنح إجازة استثمارية وحصول تجاوز على عقارات تعود لوزارة المالية ومع جملة الأحكام الصادرة لعدد من المسؤولين يتطلع الشارع العراقي لأن تحقق الحكومة وعودها فيما يتعلق بمحاربة الترهل الإداري والفساد إذ يرى مراقبون أن استمرار عمليات الفساد التي ينفذها مسؤولون في مؤسسات الدولة سيبقي هدر الأموال مستمرا ضمن دوامة فساد ممنهج في البلاد